أنتم الآن في نشرة الموجز بلغت واردات المغرب من القمح اللين من فرنسا مع بداية العام الجاري حوالي 17 مليون قنطار إفق ما كشف عنه المجلس المتخصص في أسواق المحاصيل والحبوب فرانس أغريمير وأشار ذات المجلس إلى أن مشتريات المغرب على وجه الخصوص سجلت رقما قياسيا وغير مسبوك على مدى العقد الماضي بسبب ضعف الحصاد وصعوبة اللجوء إلى القمح الروسي نتيجة الحرب وقال نفس المصدر إنه بفضل الأسعار التنافسية ومعدلة الشحن المميزة مقارنة بالمصادر الأخرى فقد بلغت صادرة القمح الفرنسي إلى المغرب في بداية هذا العام وأحد فاصل سبعة مليون طن وواحد فاصل خمسة مليون طن إلى الجزائر وصفر فاصل تسعة مليون طن إلى مصر أي ثلاثة أضعاف مقارنة مع العام الماضي وأدى الجفاف إلى انخفاض إنتاج المغرب من الحبوب في عام الفين واثنان وعشرين بنسبة سبعة وستين في المائة إلى ثلاثة فاصل أربعة مليون طن من بينها واحد فاصل تسعة وتمانين مليون طن من القمح اللين وهو المحصول الرئيسي في البلاد وتسجل هذه الأرقام في الوقت الذي تمر العلاقات المغربية الفرنسية بجفاف ديبلوماسي نتيجة العديد من الملفات العالقة على رأسها قضية الصحراء المغربية بيغاسوس وملف المهاجرين والتأشيرات في جديد قضية المواطن السعودي حسن الربيع المعتقل حاليا بسيجنتي فيلت بالمغرب بعدما تم توقيفه أثناء محاولته السفر إلى تركيا من طرف أمن مطار مركش المنار الدولي بحر هذا الشهر على إثر مذكرة بحث كشف شقيقه أحمد الربيع في اتصال بجريدة الحياة اليومية بأن أخه حسن في أوضاع جيدة إلى حدود الساعة وسيعرض غدا الأربعاء أمام المحكمة بالربا للنظر في الادعاءات التي توجهها له السعودية بشأن تهجيره شقيقه الأكبر خارج تراب المملكة حيث ستقرر بعضها المحكمة ما إذا كان سيتم تسليمه إلى سلطات بلده أم لا وعبر شقيق حسن الربيع عن تخوفه من الخرقات التي قد تمارسها السلطات المغربية لعدم تقيدها بالقانون الدولي واحترامها لحقوق الإنسان في قضية أخيه مؤكدا أنه في حال تسليم شقيقه إلى سلطات السعودية فإنما آله الإعدام شأنه شأن شقيق آخر وأبناء عمومته جدير بالذكر أن تنفيذ حكم الإعدام بأرقام مهولة جعل الرياضة محط إدانة من طرف منظمات حقوقية دولية على رأسها منظمة العفو الدولية التي تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام عبارت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمار الرادي وسليمان الرئيسوني وكافة معتقالية الرأي وحرية التعبير والهيئة الوطنية لمساندة معتقالية الرأي وضحايا انتهاك حرية الرأي والتعبير عن إدانتهم الشديدة لاعتقال ناشط الحقوق والمدون ياسين بن شقرون المعروف على منصات التواصل الاجتماعي بياسين الثوار واعتبرت الهيئتان الحقوقيتان أن متابعة ياسين الثوار حلقة جديدة من حلقات ترهيب المواطنين خصوصا المتضامنين مع الصحفيين عمار الرادي سليمان الرئيسوني وتوفيق بعسرين بالإضافة إلى نورد العواج سعيد العالمي ومحمد بعسور ريدا بن عثبان ومعتقل حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب وفصلا آخرا من فصول الانتقام وتصفية الحسابات مع المنتقدين والمخالفين للتوجهات الرسمية وطالبت الهيئتان بإسقاط التهم المنسوبة لياسين الثوار على خلفية تدوينة بمواقع التواصل الاجتماعي دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين إلى تنظيم وقفة احتجاجية غدا الأربعاء فاتح فبراير على الساعة الخامسة مساء أمام البرلمان بالرباط للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين وضد ما أسموه بالصمت العربي المتواطن وذكر بيان مشترك للهيئتين بكون هذه الوقفة تأتي من أجل التعبير الجماعي عن تضامن الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني البطل فيما يتعرض له من تقثيل على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي وجددت في بيانها رفضها لقرار تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل ودعت إلى إلغاء كافة الاتفاقيات وقطع أي علاقات معها كما طالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية أبناء وبنات الشعب الفلسطيني من الجرائم الصهيونية لمزيد من الأخبار زوروا سفحتنا على مباقع التواصل الاجتماعي